في منطقة تانية وفي حتة تانية الشيط التاني مصطفى محمد بيلعب خط ادفاع الجزائر لوحده وقضع دجون عمر مرموش لما نزل كل اللعيبة طريق حمد لما نزل هتقولي ده نزل عشر دايق نزل عشر دايق قفل نص الملعب وحمدي فتحي طوال المباراة محمد حمدي اللي أنا بحييه على هذا الأداء الكبير والرائع بس هو محمد كان محتاج الأوفارين ثلاثة اللي وصل بيهم يعملهم أوفارات صح بيعمل الأوفارات هو عشر على عشر طبعا الضغط والعصبي الضغط العصبي اللي عليه كان كبير جدا لو بيلعبوا على واحد من أفضل اللاعبين اللي هو رياض محرس لكن حمدي محمد حمدي عامل مباراة رائعة عبد المنعم وياسر إبراهيم ومن قبلهم علي جبر والنحية التانية محمد هاني قبل ما يضطرد وعمر كمان لما نزل كان رائع كل دول في منطقة والنجم الرائع اللي يستحق مننا كل تحية والله العظيم مش عشان حارس مرمى النادي الأهلي ولكن محمد الشناوي النهاردة عمل مباراة عظيمة عظيمة بكل المقاييس ردود فعل غير طبيعية في الملعب حتى الجون كان هيجيبه لكن الكرة يعني صعبة فعدت من تحت إيده مكاسب كبيرة جدا لمتخب مصر لكن المكسب الأكبر للأسف ما عندناش حقوق المكسب الأكبر اللي وراء الشاشة الناس اللي وراء الشاشة اللي وراء العيبة الجماهير الجماهير الكبيرة جدا جدا اللي كانت موجود عشان كده أنا بحيي المهندس السيف الوزيري والمهندس محمد لطفي والأستاذ جمال علام والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بحييهم كلهم لأنه من زمان ما شفناش جمهور بهذه الحلاوة جمهور الجزائري قاعد مع جمهور عفواً جمهور الجزائري قاعد مع الجمهور المصري عاملين لقحة رائعة خلف الكواليس وخلف المباراة الرائعة جوه الملعب لا الجمهور يستحق التحية جمهور رائع جمهور جميل جمهور عظيم جمهور كبير عامل ملحمة ملحمة بمعنى الكلمة الجمهور المصري طبعاً والجمهور الجزائري الاتنين أشقاء عاملين حاجة حلوة جدا وهم دائما يظل جمهور المصري هو الدعم الاول لمتخبنا المصري جمهور مصر اللي دائما بيصنع الحدث في كل بطولة وفي كل مكان في كل مكان الحقيقة انا سعيد جدا جدا بمشهد حضور الجماهير المصرية والروح الرياضية الكبيرة ما بين الجمهورين المطش كانت تحس ان انت بتلعب نهاية افريقيا والله العظيم بتلعب في مباراة في كاس العالم ممتعة اللي قاعد تفرج على المباراة يحس ان المباراة ممتعة مباراة حلوة مباراة فيها شطرنج بيتحرك اللعيبة بتلعب بمنتهى الرجولة خلي بالك في فرق كبير جدا ما بين الرجولة والقوة والعنف فيش عنف في رجولة في قوة بغبطك وبقومك قوم متفضل يلا نكمل مباراة حلوة في كل حاجة حلوة في كل حاجة حلوة في جماهيرها حلوة في تنظمها حلوة في شكلها حلوة في فنياتها حلوة في تكتكها حلوة في طردها هتقول لي حلوة في طردها هقولك ليه حلوة في طردها لأنه أنا من وجهة نظر أن الطرد طرد يعني بنسبة كبيرة جدا هو طرد صحيح حاولوا برضو تجيبوني لكابتن ناصر عباس نسأله في هذا الأمر برضو يا شباب يعني هو دايما اللي بيكون لي محمود سمعتوني شباب لو كده هتقولنا كابتن ناصر عباس لو سمحتوا سمعيني طيب طيب فمحمد هاني برضو يعني أنا بشوف أنه هو يستحق بصراحة ولكن هتكلم بس خليني أتكلم وانا بتكلم عن هذا الأمر لأنه موضوع آخر عايز أفضل أتكلم عن الجمهور عايز أفضل أتكلم عن التنظيم عايز أفضل أتكلم عن المباراة الفنية والمباراة التكتيكية اللي كانت ما بين جمال بالماضي أو ما بين روي فيتوريا وجمال بالماضي مين طلع طب أنا طلعت زيزو قمت ملعب عمر كمان اللي تحت وخليت محمد صلاح يطلع ساعات لقدامه لعبنا أربعة ثلاثة اتنين أو اللي هي المفروضة أربعة أربعة أتنين ولكن عملها طبعا لأننا ناقصنا واحد فعملها أربعة ثلاثة اتنين وبالتالي ده دانا عمق هجومي خلنا ما نبقاش بنلعب من غير مهاجمين لا الراجل النهاردة عامل شغل رائع روي فيتوريا هايل 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 أنا قلت لكم قد نختلف مع روي فيتوريا أو في النواحي الإدارية اللي حصلت الفترة الأخيرة مع روي فيتوريا ولكن من الناحية الفنية الرجل عمرنا ما اختلفنا عنه عمرنا ما اختلفنا عليه وبعدين الروح اللي بيلعب بيها اللعبة دي خلي بالك الروح دي بياخدوها من المدير الفني والقائد الروح اللي بيلعب بيها اللعبة النهاردة لا تخليك تبقى مستمتع سعيد مبسوط باللي بيحصل شايف ان اللي بيحصل ده حاجة حلوة جد فالنهاردة كرة قدم مصرية على أعلى أعلى مستوى مبارح لما كان معايا كابتر رمضان السيد وسألته على المنتخب الأولمبي قال المنتخب الأولمبي إسلام عنده مدير فني رائع طيب قبل ما اتكلم